من حوالي نصف قارن كده يعني تقريباً من خمسين سنة كانت أمجد وأعظم الأيام في تاريخ المصريين وهي ذكرى العاشر من رمضان 6 أكتوبر 10 رمضان اللي بدي احتفل بيه مصري من دول لحظة مكان كل حاجة مكانها العسكري ده في مكانه والجيش الحقيقة مكانش مقدس ولا حاجة يعني الجيش كان بيقدي مهمة محددة وعقيدة الجيش كانت واضحة التغطية العلمي السليم هو صاحب الكلمة روح قتالية في أعلى مستوياتها والأهم هو روح التضحية والفداء اللي كان الكل وقتها الشي الروح على كتفه النتيجة الطبيعية بعد كل ده تحرير سينة والشعار كان الله أكبر بجنود صيمين وحلفين ما يفتروش غير على عدقهم الجند المصري من بعد النصر بقاله مكانة في نفوس المصريين بعد ما قدر يمحي عار المكسة ويسترد كرمته ببطلات حقيقية حفر بإيده الصخر عشان يعدي من غير ما ينتظر الشوء إعلامي ولا مؤتمرات زي أبو فانيلا ده أبو فانيلا داخلية ولا حفلات ولا مسلسلات النهاردة هنحاول نشوف مع بعض بعض الوشوش اللي ضحت عشان النصر يتحقق البداية من قبل تلاتة وسبعين مع رائد بسيط جدا اسمه مجدي بشارة قاد سنة ست تسعة وستين معركة من أعظم معارك الجيش المصري ضد إسرائيليين في جزيرة القدرة أو الجزيرة القدرة اللي حاولت إسرائيل تحتلها فما كان من الرائد مجدي بشارة إلا أنه أمر قائد المدفعية في غرب القناة بقصفه هو مجدي بشارة والجنود مجدي بشارة لما حس أن الإسرائيليين هتفوقوا وهيقضوا الجزيرة بعت إشارة لقائد المدفعية قالوا ضرب نحنى ضمر الجزيرة بما فيها إحنا ليه؟ عشان يمنع الإسرائيليين من احتلال الجزيرة في خليج السويس مجدي بشارة الرائد المصري العسكري بجد الرائد ده مجدي بشارة طالما أننا هنموت هنموت وهم لو طرعوا وخذوا الموقع ما هنموت هنموت يبقى أعمل حاجة قبل ما نموت فأنا طلبت من قائد الجيش عن طريق التسلسل القانوني من قائد اللي وقتها وطلع يا فندم أؤمر مدفعية الجيش التالت كلها بالكامل تضربني تقصف موقعي باللي فيه بأقصى معدل موجود مدفعية الميدان والمدفعية الصاروخية وكل الإمكانيات المتاحة اضربوا الموقع قال لي على مسؤوليتك الكلام ده قالوا على مسؤوليتك المهم الدين السابق وغلق تضربني مادفعين السابق المهم Supreme اسر بالفعل المنزل أو السابق والاو س leisure ترضي يا جانس اسرع ردي ردي قالوا بحق المام مال انا المنزل مال وبعار ها وبدأ بعد عشر دقائق الضرب المزبوط بتاع مدفعية الميدان بتاعيه كل مدفعية الميدان اللي كان بتضرب دي كان بتصير الهدف أكتر من تلات تلاف مدفع كان بيضرب علي أنابل من جميع الأعيرة نزل عليها زي المطر والاستوشي الاستوشي اللي بتتعوّر اتعوّر الموقع اتدمر اتحرد جاب عليه وطيل أنابل وقف الضرب أخذت بعضه وطلعت ومعايا الرجال اللي معايا وباستكف الموقف وباشوف فيه ايه ملاقيتش مخلوم على قرض الجزيرة كل اللي كان نزل وحط ريبله انسحب وكل اللي كان طلع شوية على الصخور نزل جاري وانسحب واللنشات اللي وقف على الحفة بتنسحب بيأخذوا قتلاهم وجرحاهم وحاجتهم بيجرب أقصى قوة عندهم من عمف الضرب الخسائر اللي تمت عندهم باعترافهم هم أكيك الضرب مدفعيّدنا بالموقع أربع أبعاف الخسائر اللي وقت عندهم ده الرائد مجدي بشارة نموذج تاني هو الرائد طيار أحمد صادق الجواهرجي اللي تم تكليفه بعملية شبه انتحارية يوم 6 أكتوبر انه يضرب مركز قيادة العمليات الإسرائيلية في حيث اسمها مرغم تقريباً ولو نجى منها يرجع على مطار القاهرة بدون ما يكون عنده حماية فهو كده معرض للدفاع الجوي المصري ويبقى فيه مشكلة انه هيرجع يعني عمالة انتحارية قبل المهمة هو بيحكي عن طيار تاني رفض يكون في قيارة العمليات وأصر على القتال نسمع كده الرائد أحمد صادق اللي كان مكلف بضرب مركز قيادة العمليات الإسرائيلية ما يقول له أقول لي لا لا انه مستعد من المطار قهرة قهرة ديش بخلط قال لي طيب أنزل فيه يا فنن فقال لي أينزل قهرة الدولية وعفل مطار قهرة دولي ما يفرقش معي خارج الخطة بتلغط وكيف قال لي لا انشوكي خطة تعمين اتعادت وتوزعت على الصواريخ والمدفعية خلص قمت مش فيها هذا يعني أنه عندما تنزل مطارك تهرات دولي، الدفاع الجوية للطهرة سيضربك و الناس تطلع من هنا على التهرات، فالتهرات جاهزة، فهو حصل موقف قائد روضاً راحوا، وين أينين؟ محمد أموم قال له أنا أعطفك، وأنا أعطفك يا رؤوف، أنا أعطفك عمليات قال له بقى أول مرة مصر تدرب إسرائيل، وأنا أعطفك عمليات وأموم ده كان، الله أرحب، وضحوا يعني عن تقريباً 150 سنتي، 150 سنتي، خويف جداً، راحاً، أصلاً وين بلد جير لعرف الناس دين؟ قال له أول مرة تدرب إسرائيل، وأنا أخوار بتعمليات، قال له من تعرف التعليمات يا رب قال له وفيش حكس متعليمات، أنا لغ ما طلعتش معنا التعليمات دين، أقسم رب العزة ونا أقولها قدام كل رجال اللي ما هو دي، أنا على الصحراء كده، معتادة المارش اللي غاية ما مت اتفراجوا يا حضرات على القادة الحقيقي وده بقى قائد قوات المزلات اللي بيحكي باختصار اللي جاي ده عن تضحيات قواته اللي وقفت تقدم العدو نحو الإسماعيلية وبيقدم بعض جنود الأبطال في الفيديو ده إحدى وحدات المزلات أيضا في معركة الدفرزوار ليقاف تسلل العدو وكان مهمة هذه الكتيبة هي حرمان العدو من تحقيق هدفه في الوصول إلى مدينة الإسماعيلية مهما بلغت التضحيات ولقد خانت لتضحيات رجال المزلات في هذه المرخلة غفره الكبير في إحداث أكبر خسائر في العدو وإيقافه ومنعه فعلا من تحقيق هدفه وتم إيقاف العدو فعلا على هذا الخط سامح محمود سليمان وحداتي عبرت في خطاع الفيديو 19 واشتركت في معركة جبل المر وتم تدمير 44 دبابة و40 نص جنزير طوال المعركة البطل المقدم لنحمد طه خالد قائد إحدى الوحدات الفرعية من كاتبتي اشتركت في معركة الدفرزوار كاتبتي قامت بتدمير العدو المتقدم في اتجاه الإسماعيلية ومنعه من الاختراق والتقدم في اتجاه الإسماعيلية شمالا من اتجاه الجنوب أسقطت للعدو فيه أول يوم كبدته خسائر كبيرة أسقطت له 6 طيارات ودمرت له حوالي 14 أما ده بقى اللي جاي فده قائد ناس كتير تعرفه وليل كمان يعرف اسمه القائد الشهيد بإذن الله سيد أبو الأنصان اللي شال مدفع وزنه 80 كيلو تقريبا غير الشدة بتاعته العسكرية هي حوالي 25 كيلو وطلع بيهم الساتر الترابي لوحده ومات شهيد الفيديو ده الشهيد سيد أبو الأنصان ده من بيسنبيلا مركز مركز بالقاس ده قال ليه بعفظ المصور ده قال ليه احنا كنا وحنا بنضرب على سكرنا فيه مدفع مع المشاهد صغير قاسمه مدفع البيع عشاء ولوزنه 68 كيلو ده كنا في تدريب بيتقاسم الصين المصورة والسبيا وهو سيبيا الكاميرا كنا ننطلع السواتر وكنا ننطلع السواتر وقد كنا ننطلع سواتر وكنا ننطلع ساتر في الحارب كان طلع جنبي منه شايل ندفع البيع عشرة 6-80 كيلو مش مفكو بالسيبيا بالمدفع شايل وزنه 86 كيلو ومبتين مدفع غير شدة القتال شدة القتال ده وزنها مش عالي من 20 كيلو 22 كيلو مش عالي قد تزيد تبقى لنوع الزخيرة ونوع التسليح دي وقصم أنا عارض ما كان طالع ساتر بيجري أنا مش محصلة الأبطال هم اللي ماتوا عن تربينها دلوقت هم دول أبطال 6 أكتوبر ودي بطولة تانية بس مش لجندي أو لزابط لكن لست بدوية كانت بالضحي بابنها ورافضت إنها تدل على مكان جوزها اللي كان بيوادي أكل للقوات السعقة وراء خطوط العدو قصة بجد شوف الفيديو ده كده وليهم عيوم في وسط القبيلة نفسها فراح داخل هي لها ابن طفل بإراضياء متردع وقاعد كده على جده والنار قدامها فراح تزابط الإسرار حيشان الود من حجرها كده وبيرضع وحطوا في قراءك يا النار قال لا لو ما قلتش جوزك فين دلوقتي وبيقود أكل المين أنا سيب الودة في النار وبدأت النار تشبك في الهدوم بتاع الولا واللي تمشي راحت هي بمنطها البساطة رحبنا ديارة وشها كده قالت له تكة تكة في النار تكة درقمي في النار هارم ابني قالت له ترمي هذه أم وهي عارفة هي اللي كانت جاهزة لها الأكل ورايحة وهو معرفها إنه إيه وإيه يعني خلاص فهادي أدي أدي مرأة سينوية وهادي أم هنا لا فالمرأة ده دول هم ده الحصن الحقيقة المرأة السماوية دي الولاياتي زمانها بتتمرمت لأن بيتها تاخد من زمان قوي من ساعة ما شافه وش ستيسي لكن هي دي البطولات اللي بجد اللي كانت سبب في انتصار عشر رمضان أو ستة أكتوبر وكانت السبب في رسم الصورة جديدة بحروف من النور للجيش المصري اللي كانت سمعته في الطين سمعة المقاتل المصري كانت في الحضيد كان بيتقال عليه نكت وبيتمسح به الأرض كان الجنود المصريين والزباط المصريين أيها السادة كانوا بيغيروا لبسوهم ويخبوه عشان ما يركبش القطر بيه لأنه هيتزاف في القطر هيتضحك عليه وعلى فكرة اللي ساهم في النكت دي مش بس سبعة وستين تخيل مين اللي ساهم في خروج هذه النكت عن الجيش المصري ومرمطه الأرض كان المشير عبد الحكيم عامر نفسه ما هو حكيم عامر حكيم لما تقبض عليه وتغدر بيه من قارة الجيش الكبار زي عب من عم رياض دحكوا عليه وقالوا تعالت عشا مع عبد الناصر وعلى رأي الرجل اسمه اللي في القصص الشعبية ده اللي قال له يا خوف يا بدران كان بدران كان بدران في الرواية جايب له برضو عشا هو والله شوف الحكايات غريبة جدا عبد الناصر حاب يطلع عبد حكيم عامر من وقر قصر التحوية فدحك عليه وقال له أنا إيه رأيك نتعشى سوا ونعب مع بعض ونحل كل حاجة جلال اللي هو دلوقت رئيس حزب قال له ما تروحش لأن عبد الناصر هيخدعك وهيخدر بيك عبد الحكيم قال لا عبد الناصر مش يخدر بيه أبدا ده صح بيه وجايز نروح نحل المشكلة جلال اللي هو دلوقت رئيس حزب قال له أنا أقتله لك أنا أنا لازم أقتل عبد الناصر عبد الحكيم قال له لا إلا القتل أنا هروح حل المشكلة لما وصل عبد الحكيم لمنشية البكري اتشأط من قرية الجيش في الوقت ده كان الفريق محمد شوزي محاوط أصر التحوية وبينضفه من عناصر السعقة وبعض قوات المسلحة اللي كانت متمترسة في أصر التحوية الجيش سمعته بقى الطين اتجعوا لمذكرات الناس يبقى ده مقدس أبو فانيلا داخلية وكلسون أبو الباس اتصرفت مليارات على الإعلام والدراما وطبل وزمر في الصالون وتعمل اختيار أول واختيار تاني واختيار تالت كل ده حضرات عشان المؤسسة دي اللي فيها حرامية سرقوا مليارات تبقى مؤسسة مقدسة ما تغلطش فيها دي هذه المؤسسة المقدسة ده كل اللي فيها دول مبشرين بالجنة احنا قدوهم دول أسيادنا حرامية أسيادنا فيهم اللي سرق 10 مليار ومرجعهمش هدلوقتي وفيهم اللي سرق 58 مليار وما نعرفش ترحوا فيه مش مهم بعد ما تصرف مليارات على اختيار واحد واختيار اتنين هم كل بعد كل ده يتصرف كمان فلوس على العميل الكاتبة 101 واحد وتيجي بقى النتيجة ايه بقى دي نتيجة خدنا ايه بقى بعد المليارات دي وموثلين فارزة اول سوبر ميجا ستار يمثلوا بقى دور الأبطال ومصر بتقول لك يا حسين روح حزبادي وتعوى حاجات دي بعد كل ده ايه النتيجة بقى النتيجة صادمة بعد كل ده بيتمسح بكرمة الجيش المصري الأرض انا ما بتكلمش واحد من مشاهد مسلسل الكاتبة 101 نشر في اليوم السابع او اليوم السابع نشر ملخص لحوار بن زابط وجندي بن جندي زابط يعني وصبي سيناوي الصبي السيناوي بيقول الجندي انا هكبر وهكتلكم الجندي قال له وبكرة تكبر وتفهم ان احنا بنحميك عادي جراف عادي طبعا دي على طريقة الميلو دراما لكن اهو الجرافة هو نفسك تطلع ايه لما تكبر نفس انا مش خايف منكم وهكتلكم لما اكبر احنا بقى بنحبك ولما تكبر هتعرف عملنا ايه عشانك طبعا دي عشان يغطوا على المشهد اللي زعوا الدكتور حمزة زوبع وهم بيقتلوا صبي من سيناء حد فكر المشهد ده مش هنجيبه بس الدكتور حمزة زوبع زع مشهد لجنود مصريين بيقتلوا صبي صبي في سيناء بمشهد يعني في منتهى السفالة فهم بيجذبوا بيحلوا لك المشهد انه لا لما اكبر هكتلكم لا لما تكبر هتفهم ان احنا بنعميك حل طبيعة الحال الناس ردت على المشهد ده تعال شوفي حضرات تعليقات الناس 3000 تعليق قالوا ايه عن الجيش فرج قلوا لهم لما اكبر عضراتكم زي ما تضربوني سمعتها فين دي قابلك سمعتها فين ايوة انا عرفت المؤلف ماهر لما تكبر هترف ان احنا قد ايه خرابنا البلد ودخلنا في الاقتصاد نهبناه ولينا نوادي ومستشفيات خاصة بينا وبندفع رشوة عشان نخش الحربية وناخد قيود ميسرة وبنحمى اي حد يغتصب الحكم حتى لو فاشل وبنمثل بالجسس في سيناء حتى لو اطفال وبنضرب شيوخ وعواقل القبائل في سيناء وليد قال لهم المهم تسيبوه يكبر والله خايف اللي مامشيش البلد دي تزنق في جزء من الشعب ببيع اعضاءه الخارج طحال وكلية وكبده وغيره علاء زيدان يا ولد عملت كارسة على كل مدخل وطريق والوحدة المحلية كمان كارتا كارتا لما يجبر هيعرف انكم عار على مصر يا تجار الفراخ المجمدة وبيعين الوطن ويومكم بإذن الله جاي احمد فريد يقول لما تجبر هتعرف خليناك طن الحديد باربعين الف جنيه عشان ما تعرفش تتجاوز وتوفر فلوسك يا حبيب مصر يو 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 في حد بيفتكر عملك كل شوية حلوة مش عارف ايه بالعجوة بس كنت بعجوة حتى الجنبري منزوع الرأس نسرين قالت عملت الدولار باربعين جنيه وتجرت في كل حاجة عشان تخربها وتغليها على الشعب وبعت البلد للامارات وده ينتنا عشان تبني كباري وكرتات تلمي جباية في الآخر بتدخل صندوقكم يا دولة بلع البلد في كرشها الصراحة عملته كتير ده قال له ده قائد مقاتل مش عارف ايه وليه يستنى احنا نقول له احلامنا اتضمارت بنشأ طول النهار من الفجر العشة عشان بس فوتات نقدر نعيش بيها نعيش بيها احنا اللي بنبني البيوت وحضراتكم اللي بتهدوها احنا بنشأ وانتو بتاخدوا كل حاجة واي حاجة بالبلطجة والتنطع كل حاجة بتجروا فيها وغليتوا علينا من الشقة اللي بنسكن فيها لحد شقة الفول اللي بنتسند عشان نقدر نشأ ربنا ياخدكم كلكم خربتوا البلد ودمرتوها حرام دولة في مكانة مصر تصبح من حضير بهذا الشكل بسبب افعلكم واطمعكم خسارة يا مصر والله حسبنا الله ونعمة الوكيل فيكم لما تجبر مش هتلاقي مصر اصلا لما اجبر هقول لي عيالي ان بسببكم مفيش مية وبسببكم مش لقيين ناكل وبسببكم الناس بتنتحر وكرهت الدنيا هاني جمال قال لهم سرقوا فلوس الشعب عشان الاعلام يقنعنا انهم وطنيين اسوأ من انجبت مصر تلك القيادات العسكرية من عام 52 وحتى الان يا حضرات 3000 تعليق يحزن يا قارة الجيش المصري شوفوا تعليقات المصريين عليكم عليهم السابع مش عندي مش على قناة ولا عند محمد ناصر انا اربق بقارة الجيش المصري انهم يرجعوا يتفرجوا على تعليقات الناس عليهم السابع 3000 تعليق مرمطوا بصمعة الجيش المصري الارض 3000 تعليق ما فهمش تعليق غير يا حرامية يا سرقين البلد على الجيش التعليقات دي وغيرها وصلت ل 3000 تعليق معظمها عشان بس ابقى دقيق ان ما كانش كلها موجعين من اللي حصل فيهم من جيشكم من جيش بلادهم اللي تحول لسمصار ومقاول مقاول هدد وتاجر ومحتكر التعليقات دي معناها كلها كده التعليقات دي معناها ان كل مؤتمرات السيسي وكل آيات السهتنة وكل مراجع السهوكة والمحن اللي عملوا السيسي وكل المتجرى بدم الشهداء اللي كان بيطلع زوجتهم ويقعد يبوس فيهم ويشر عسلية على مهلبية وحتى مسلسلاته اللي اتصرف عليها مليارات ملهاش اي تأثير يا عبد الفتاح يا خبتك يا عبد الفتاح اليوم لازم تعرف ان تعليقات الناس دي هي النتيجة النهائية تسع سنين وانت عمال تتموحا وتتكاهن يا كهين وتنزل دموع وتطلع دموع وتقلب رموش تسع سنين وانت عمال تجذب وتعمل مؤتمرات واش مؤتمر شمال تسع سنين وانت بتنتج مسلسلات عشان تطلع العسكري المصري هو انقى عسكري في الكون استعنتوا بحديث ضعيف وطلع المفتي قال لك مش ضعيف طلعت رجال الدين يقول عليهم انهم انقى ابناء الارض تسع سنين النهاردة في اليوم السابع النتيجة قسما بالله المصريين مسحوا بكرمة الجيش المصري الارض قسما بالله انا لما بقرأ الجبرتي بشوف المصريين كانوا بيقولوا ايه على المماليك ليه لان المماليك ببساطة كانوا يخشوا اي متجارة او اي حاجين هبوها عادي جدا المماليك كانوا بيتاجروا في كل حاجة او اي حاجة المماليك كان ممكن بس على فكرة كان ليه بحدود عمر رأس سمعنا عن مملوك اتجاوز مصرية ولا سمعنا عن مصري اتجاوز مملكية عارف ليه لان المماليك كانوا يوصل مصريين باحتقار فلاحين ولان المصريين كانوا يوصل نفسهم باحتقار لدرجة ان محمد علي لما المصريين شالوا خرشة باشا الوالي التركي خلا منصب الحاكم او الوالي وكان فيه علماء زي الشيخ السادات والشيخ عمر مكرم حد بس فكر انه ممكن نحكم عمر مكرم رفض الفكرة قال احنا مصريين احنا 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 نحكم احنا مش تحكم اصلا وراحوا اتحايلوا على تاجر الدخان محمد علي اللي اتدلع وقال لهم لم اكن انتوي والله نفسي بتجزع والنبي تحكمنا مفيش خمس ست سنين كان مشاردهم كلهم احضرات المماليك ما كانوش يتجوزوا مصريات ولا بيعبارما وكان يخشوا ينهبوا اي دكان عشان كده المصريين فرحوا جدا في مراد بيت فرحوا جدا لما كان علقة بالنابليون في مبابا انبسطوا قوي لانه مش جيشهم نفس القصة بتحصل دلوقتي المصريين شايفين ده مش جيشنا الجيش اللي ينهب اكلنا اللي ياخد لقمتنا اللي يأتي لولادنا اللي يعتقل الناس الجيش اللي فوق المسألة مش جيشنا خالص ده جيش اجري ده احتلال ده استحمار المسلسلات بقى اللي مصروف عليها مليارات ما لهاش اي تأثير عن الناس الناس شافوا بعينهم الجيش وصل لفين بعد الصورة العظيمة اللي كانت في خيالهم بعد نصر اكتوبر بعد عشر رمضان عشان كده تلقى السيسي يعرف الناس ببطولاته اللي ما تقلش عن بطولات حرب اكتوبر على فكرنا مستكران الحمد لله انا بقول لك كلام حقيقي السيسي طلع يكلم الناس النهاردة في عشر رمضان عن بطولاته وتضحياته التي لا تقل عظمه عن بطولات المصريين فحاب اكتوبر انا طبعا فيه كلام ابيح قوي بييجي في المجال ده بس ده مينفعش يعني لا يصح هنعمل ايه انا مزنوق دلوقت تخيل ان هناك الشيء ممكن يعمله الجيش المصري لا يقل عظم عن حرب اكتوبر لا 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 اسمع بقى التضحيات عشان انت بقى تاخد زنوب زي حالاتي وانا اخد الزنوب وانا واقف لوحدي اتكلم الرجل عن قد ايه كان بيضحي اه السيسي كان بيضحي يا علي انت تنزل لي مزيكة ميلو دراما جامد قوي ناي حزين ناي يعني ناي ناي بقى على ابو عبد الفتاكه اتكلم عن قد ايه كان بيضحي عبد الفتاكه تخرج بعد ما الحرب قصا والنار طفت فما لقاش حاجة يضحي فيها ولا حتى ضحى بكليته انما ضحى بانه كان مفيش ناي علي خلاص مش مهم ضحى بانه كان بيشتغل اربعين يوم وينزل خمسة يام اجازة بس ايوه اللي اسمعته ده حقيقة كان بيشتغل اربعين يوم وينزل خمسة يام اجازة اسمع كده سيسي يقولين اسمع تنزل اجازة كلها دي وينزل ستاشر يوم يا فن تنزل قد ايه فنزل ثمانت يام سياد ستاشر وثمانية امان سياد انا كنت في النقطة زي دي من الوان صغير كده في سنة كده كنت بعد ربعين يوم وينزل خمسة يوم قاعد كم يوم وينزل كم يوم خمسة يوم وكان فيه عربيات لتتحرك اه والله وحاة الفانيلا اللي تحت دي او الله العظيم ورب العيزة لسه مخصولة بزهرة ولسه جاي الفانيلا بزهرة دي تضحية تضحية البيه راح بعد ما انتصرنا وتحررت الارض راح عالجاهز كان بيروح ياكل ببلاش ويشرب ببلاش وتعلم السيسي كمصر عادي طرق المحلسة والدهننة والدهماكة عشان يعرف يكيف رئيسه يفتح فنجان يقرأ ابراج اما ليه الحقيقة حضرات اه من جهة ضحة ضحة مش بس كان بيشتغل اربعين يوم وياخد اجازة خمسة ايام ينن عين امه لا الراجل ضحة كتير عشان البلد دي ضحة بس هو متواضع مش قادر يتكلم الراجل ده حضرات يا معانا في امريكا لما رح هناك فترة دراسية من غير ما يكون عارف انجليزي لانه طالع وسطة وكوسة واستحمل فقر امريكا وتبهدل في شوارع امريكا ورجع عشان مصر لانه فشل هناك يعني هو حصلت له اكوسات يعني الراجل ده يا ما صرف عشان مصر من اول كانتين الجيش اللي بتروح له بالبيت كل شهر لحد الشقة اللي كانت في سيدي جابر تقريبا بتاعة المنطقة المنطقة الشمالية اللي كان قاعد يبلبط فيها هو والمدام تضحية دي ولا مش تضحية قاعد الراجل في امارات مصطفى كامل بقى وعمال مبسوط وقائد المنطقة الشمالية ايش مسارح ببلاش ويش انديت جيش ببلاش تضحية دي ولا مش تضحية الراجل ده وانت بتحلق في سالونات في شرع الهرم او في مصر الجديدة الراجل ده كان بيحلق ببلاش في الوحدة بتاعته تضحية دي لا مش تضحية الراجل ده ما اخد كاراتين بيض من الوحدة بتاعته وادعه للمدام انتصار لان مدام انتصار لاني مدام انتصار مش عندها فرصة تشتري يعني الراجل ده ما استحمل الظرف بتاعه بدل ولا الكحيان الظرف اللي كان بيبقى فيه شوية الاف كده كل شهر الراجل ده حضرات وانت نازل بتتنعم وراح تشتري هدوم داخلية من جل ولا من الامبراطور الراجل ده كان بيتصرف له الفانيلا واللباس كل شهر وكان بياخد حاجات تارية حتى الجزمة كان بيجيله الجزمة الجعر كان بياخد الجزمة كان بيستحمل عشان مصر الراجل ده ما بنى قصور ولسه هيبني مش عشانه عشان مصر الراجل ده ما اشترم جوهرات بالملايين لمراته وبنته مش عشانهم آه عشان مصر يسافروا بيها ويسافروا من مصر ويحضروا مناسبات اجتماعية وافراح الملوك الراجل ده ضغط على نفسه وضحى وقرت او يحوش عشان يجيب طيارة حقيرة كاحيانة بربعة بنص مليار دولار مش عشانه عشان مصر الراجل ده حقيقي مش من جيل اكتوبر لكن بنفس العظمة لا جيل اكتوبر ضحى ومات عشان مصر لكن السيسي بيضحي ويعيش عشان مصر فاقوع حد يقلل من تضحياته اللي انت شايف بديده الراجل ده كفاية انه ضحى يا راجل وراح يشتغل ملحق عسكري في الرياض وكان بيطلطم على بيوت الأمرة والمشايخ عشان اللي يديله ساعة واللي يدخلوا الكعبة تضحية دي اللي مش ساعة الراجل ده حضرات ضيع ساعات من عمره وهو بيفتح المندل للمشير طنطاوي بيعمل له حجامة وبيقراله الفنجان ووشه كاسفر يا ست المشير انت في حد حزدك على فكرة وفي واحد في بانطلونين داخلين علينا هم وفي واحدة شعرات طويل من أعليتكم دي تبقى بانتخالة المدام أو حاجة يعني متجوزة ولا طب أنا ممكن أخو كده يعني الراجل اللي ضحى بالحاجات كتير قوي تضحيات ما تقلش عن بتاع أكتوبر زي ما بيقول هو في هذا فيديو ده اسمع بيقولي بجواجاحة اللي عملناه ما يقلش عن اللي حصل في أكتوبر اسمع هو تفتكروا للقتال اللي تم ده كان القتال يقل عن أي قتال قابد بمصر خلال معارج سبقه يعني احنا بنحتفل بأكتوبر صدقوني اللي تعمل في الحرب دي ما يقلش أبدا عن أكتوبر اللي دخلك الكليه الحربية انت مين اللي دخلك الكليه الحربية يا راجل تبقى اقرأ مذكرات القادة اقرأ مذكرات القادة العسكرين قبل ما تقول وانت قاعد ان اللي انت بتعمله في سينة ما يقلش عن القتال في حرب أكتوبر معقولة يا جداعي يعني معقولة احنا اللي بنشوه بنقلل احنا اسرائيل تعمل كده مفهوم انما يطلع واحد يشبه الرحلات اللي بيعملوها في سينة دي بانها لا تقل عن ما حدث في حرب اكتوبر ساتر ترابه ارتفاعه 45 متر بزاوية ميل 45 درجة على شط القناة بالزاق انابيب نابال متوزعها تحت القناة تولع صفحة القناة كلها بجيش مدمر تماما لا يملك حتى دفاع جوي لا يملك أصلا طيران الطيران كله ضرب واقف على الأرض الطيران أعظم طيران عندنا كانت السخوي بتطير 45 دي و بترجع كان لازم يتعامل حاجة في التانك بتاع الطيران عشان تطير عدد أكبر من الساعة عشان تروح وترجع انت بتكلم ازاي انت في حاجة فيك انت مش مصري انت قول لي جنس دينك ايه انت مش مصري قال يقولك اللي عملناه في سيناء لا يقل عن اللي اتعامل في حرب اكتوبر انت أكيد مش عائل بس تصدق انت صح انت فعلا اللي عملته في الجيش ما يقلش اي حاجة عن اللي اتعامل في حرب اكتوبر بس ضد الجيش المصري لانك قدرت تدمر سمعة الجيش قدرت تدمر سمعة جيش صنعة حرب اكتوبر من نص قرن تقريبا مسحتها بأستيكة في عشر سنين بتوعك وخليت الناس طالعة تتكلم في التعليقات كانت تكلم عن جيش عدو او جيش بلد تانية او جيش محتل اكل خير بلدنا وسبهم في الفقر جيش بيهدم وبيصادر وبيعمل بيزنس لسه التقرير على الجارديان الجارديان نشرته موقع الحرة الامريكي عن اللي بيعمله الجيش في سيناء اتفرج اهو ادي الخبر انا مش اجيب من عندي منظمة القوات المسلحة تحول مدارس في سيناء لقواعد عسكرية اظهر تحقيق اجراته منظمة حقية ان القوات المسلحة المصرية حولت عشرات المدارس في سيناء الى قواعد عسكرية وقالت المنظمة سيناء المؤسسة سيناء العو ان حملات القوات المصرية ضد المسلحين في شمال سيناء تشبه انتهاكات لحق التعليم لاطفال بحسب صحيفة الجارديان واعتمرت المؤسسة في تحقيقها على صور أقمار صناعية ومقاطع فيديو وصور شهادات من أشخاص يعيشون في بعض المناطق حيث توصلت إلى أن الجيش المصري حول 73 مدرسة إلى قواعد عسكرية في مجرى تدمير عشرات المدارس خلال الحملات الأمنية هو دا اللي انت عملته هو دا اللي ما يقلش حاجة عن حرب أكتوبر هو دا هو دا اللي ما يقلش عن حاجة عن حرب أكتوبر عن ناس يا راجل يا فاجر قعدوا من 67 لحد بعد 73 في الجيش شباب كانوا بيطلعوا من الجامعة يخش الجيش ما يخرجش خالص نهائي وما يعرفش خلاص وحياته تعمل لها هولد لو خاطب أو عايز يخطب خلاص دا تنسيه دا راح الجيش مش هيرجع تاني يرجع ليه لأنه بيتدرب في الجيش بيتدرب في البحيرات المرة بيتدرب على العبور بيتدرب على استخدام سلاح ست سنين ست سنين والمصري شاب بيتخرج ست سنين والناس بتاكل على الجبعة أنا قابلت مقاتل يا راجل تقل لا على فكرة قريبك لأنه اسمه زي اسمك أنا مش عايزة أقول اسمه على الهوى دلوقتي قابلت واحد من اللي قضوا سبق الاستنزاف في الجيش حكالي كانوا بياكلوا إيه شيء لا يصدقه منطق والعقل لأنه متحبسوا اتحبسوا في منطقة العدو من هنا ومن هنا ما عندهمش فرصة ومع ذلك بعدين تم إنقاذهم كانوا بيشربوا إيه حاجة مش معقولة تقول اللي عملتوا في سيناء أنت مش معقول يبقى كلامك صح بأن اللي عملوا الجيش المصري في سيناء ما يقلش أي حاجة عن اللي عملوا العدو السيسي حط الجيش قدام الشعب في كل حاجة سياسة اقتصاد أمن واعتقال وقضاء وتهجير والنتيجة زي ما شفنا الناس بيتكلموا إزاي عن جيش بلدهم والسيسي لسه مكمل وطالع مبارح الجيش يقول الجيش هيتعامل بمنطقة البتش وقبلها بكم سنة كان بيقول هنتعامل بالقوة الغاشمة خبريني هم تخيل الجيش هيتعامل مع مين السيسي من سيناء أي حد هيرفع سلاح في وجه الدولة سيواجه بمنطقة البتش مش القانون ما عاد فيه قانون قانون السبعة كل ست المفروض الجملة دي يتحاكم عليها اللي قالها لأنه مفروض أنه أي حد هيرفع سلاح في وجه الدولة سيواجه بالقانون ما فيش حاجة اسمها بتش ما فيش حاجة اسمها قوة يعني حتى الجملة دي غلط السيسي يأمر الجيش باستعارة الأمن بسيناء واستخدام كل القوة الغاشمة ده كلام يتحاسب علي السيسي ده كلام لو أنا من أبو الغار أو لو أنا من أي حد محترم مفترض يعني يسمع الكلام ده ما يحطش إيده فيه السيسي ده شخص مريد نفسيا لا يجوز لحاكم دولة يقول إن إحنا هنواجه قوة تانية بكل القوة الغاشمة يعني هديكم سال ترامب هيحكموه أنصار ترامب ممكن يطلعوا له هل سمعت الرئيس بايدن بيقول سنواجه أنصار بايدن بالقوة الغاشمة بقى أنصار ترامب بالقوة الغاشمة ما حصلش مع إنه الأمن اتكسف واخدين استعدادات قوية جدا وعملين حسابهم إن أنصار ترامب ممكن يعمله مشاكل لكن محدش قال إذا رافع أنصار ترامب السلاح في وجه الدولة سيواجه بمنطق البتش ما فيش حاجة يسمع كده في حاجة يسمعه يواجه بالقانون لكن السؤال الأهم هو ليه قوة باطشة وقوة غاشمة وليه الظلم والافترة مش فيه العد والقانون يا حضرات ده مش كلامنا ده كلام نشطاء ومراقبين ده مش كلام يعني شايفيني كلام السيسي كان مفروض يكون للعدو الكلام ده للعدو مش لأبناء الشعب زي ما قال الكلام ده الإعلامي والأكاديمي حافظ المرازي اللي قال هو بيقول عليه الرئيس أنا بسموهش رئيس ولا بعترف به قال السيسي في ذكرى العاشر من رمضان وحرب بأكتوبر 73 يوجه رسالة ليس إلى إسرائيل ولكن للأشراف الداخل أي حد هيرفع سلاح تاني هيرفع تاني سلاح في وجه الدولة هيتم الرد عليه بكل قوة بكل القوة والبتش نعم وبشكل لم يحرس من قبل فلا نسمح بما حدث من قبل أن يتكرر بدل ما يوجه العدو الخلاصة حضرات إن السيسي بقى خطر حقيقي على الجيش المصري خلاص الناس زمان كانت بتفاضل ما بين الإخوان ولا العسكر خلصوا الأخوان وراحوا الحال سبيلهم اللي راح هنا واللي تسجن هنا واللي مات هنا واللي اختلف هنا ولم يتبقى في المشهد إلا العسكر العسكر انبسطوا قوي وافتكروا أنه خلاص الآن دانى لي حكم مصر ودي كلمة الشهيرة لما محمد علي سمع أني محمد بك الألفي مات قال لأنه خان خايف من الألفي